صباح الخير صباح العافية صباح المحبة عليكم متابعينا ومتكنون اليوم في فقرة ميكس حيكون ويانا خبير التجميل والتاتو والأكاديمي ستاث سامر اليوم راح يعرفكم على التاتو والفوائد منه والمضار وشون الطرق الصحيحة اللي لازم تشتغل بي بقية المراكز فخليكم وياه استاث سامر وما أنه انت خبير وأكاديمي بالتاتو اليوم حابين نعرف شون الخطوات الصحيحة ولازم يلتزمون بي بقية المراكز والأمراض شون يتجنبوها اللي دا تصير بالتاتو أول شي صباح الخير اليوم راح نشرح لكم عن التاتو طبعا الأنواع التاتو اللي هي متعارف عليها حاليا برا التاتو الـ 2D الاعتيادي والتاتو الـ 3D وطبعا هاي تسميات طلقوها الصالونات أو مراكز التجميل مثل التاتو الـ 4D والـ 5D والـ 6D والإلى آخرين من التسميات طبعا هاي التسميات الموجودة ما لها أي صح حاليا أنواع الرسم اللي احنا بدن نشتغل بالنسبة للتاتو بدن نشتغل بصيغة رسم الرسم هو أما 2D اللي هو ملء الحاجب طبعا هذا ملء الحاجب بالحبر اللي هو الرسم الاعتيادي المتعارف عليه أما التقنية الأحدث اللي هي تعتبر أكثر واقعية أو أقرب إلى الحقيقة تبين شي طبيعي نتورال طبيعي فهي التاتو لثري دي لثري دايميشن أي ثلاث الأبعاد نحن منجي نرسم على أي ورقة أو أي ألوان ممكن نرسم ثلاث الأبعاد مثل الشدو يبين طبيعي فأكو تسمية طلقوها هي الفور دي والفايف دي والسكس دي هذا أني ما لهن أي صحة لأنه ماكو أبعاد بالرسم تتجاوز لثري دي هاي مرحلة طبعا من المهمات إنه وشن الأضرار ما للتاتو والنتائج اللي تسببها والإشكالات أهم شغلة طبعا التعقيم الأدوات اللي نستخدمها مثلا هنا ده جهاز تاتو الجهاز يكون معاكم العفو الأبرة تكون ديسبوزابول الأبرة بالجهاز المايكرو بلدينك الارتداء للقفازات طبعا هاي شغلات كلش ضرورية وكل اللي نستخدمها بهاي المرحلة يكون ديسبوزابول استخدام مرة واحدة ما ممكن نستخدمه من زبونة إلى أخرى ليش لأنه ممكن إنه يطلع قليل من الدم طبعا هي الأصح إنه ما يطلع نهائيا دم بس أكو بشرات ضرورية ما تتحمل لازم يطلع قليل فيها دم فهو مع طول تحت الجلد وهو شغلة غير طبية حقيقة هي حبر راح نحقنا تحت الجلد يطينا الرسمة لريدها فبيش حالة يجب أن يكون الحبر جديد جهاز اللي نخلي به الحبر يكون جديد وطبعا تشوفه جديد الأبرى أهم شي تكون ديسبوزابول من زبونة إلى أخرى هاي بالنسبة للوقاية من الأمراض حتى واحد ليسبب أي مرض بالعدوى من شخص إلى آخر وطبعا تشوفه جديد الأمراض حتى وطبعا تشوفه جديد كيف نحصل الشيء الأحسن والأفضل؟ أهم شيء نختار رسمة الحاجب لتليق بدورة الوجه مثل إذا كان دورة الوجه دائري أو شكل ماسي أو مستطيل أو مثلث حسب دورة الوجه إحنا راح نحدد رسمة الحاجب حتى ما يصبح عندنا أي اختلاف أو بمرور الوقت من نخلي من حاجب إلى آخر من فوتنا فترة من الزمن ما نختلف بالرسمات أو ما تنشز أو ما تصبح فقرة أصبحت من الماضي مثلا أنت عندك فت قياسات خاصة تستخدمها؟ أكيد طبعا هي أهم شغل القياسات الواضحة اللي هسأني حشيتها أنا بالنسبة لي شخصيا أستخدم الفيرنا جاز الفيرنا للقياس الحاجب حتى أساوي بين حاجب وحاجب القياس شون نقيس ويا عظمة الأنف بالبداية ويا بقب العين حتى نعرف الكسرة وين تكون بالمكان الصحيح نهاية الحاجب شلون نحدده أيضا ويا الأنف ويا نهاية العين شون نريد نقيسه وصلنا الختام فقرة ميكس وياكم لهاب اليوم يارب تكون ممتعة ومفيدة بنفس الوقت كانت لكم انتظروني فقرات جاية إلى اللقاء اشتركوا في القناة